تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة كما قام بالمرور على أحد تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري بمراكز التدريب وأشار الفريق أسامة عسكر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية